موسيقى أنتم لاحظوا كل إنجاز تم في هذه الحياة سواء كان هذا الإنجاز إنجازا متواضعا أو كان إنجازا عظيما كل إنجاز الإنجاز يعني تأليف كتاب الإنجاز يعني تقديم فكرة الإنجاز يعني اختراع يقوم به مخترع أو اكتشاف يقوم به مكتشف الإنجاز يعني شهادة يحصل عليها الطالب في الامتحان كل إنجاز في هذه الحياة إذا دققتم النظر إليه تجدونه مرهونا بنسبة معينة من الهيمنة على الذات إذا ما كانت هناك هيمنة على الذات لا يمكن تحقيق أقل إنجاز في هذه الحياة هذا الطالب الذي حصل على الشهادة أو تخرج من الجامعة إذا ما كان يسيطر على ذاته إذا ما كان يذاكر في الليالي والأيام المذاكرة تحتاج إلى سيطرة على الذات أليس الأفضل أن الإنسان يذهب إلى الشاطئ ويتفرج ويلهو ويلعب هذا الإنشداد يحتاج إلى هيمنة على الذات الطالب هيمنة على ذاته سيطر على ذاته وحصل على الشهادة وإلا إذا كان يقضي وقته على البحر وفي المجالس العادية لم يكن يحصل على هذه الشهادة هذه المؤلفات التي خلفها لنا علماؤنا العظام من العلامة الحلية رحمة الله تعالى عليه والعلامة المجلسي والشيخ المفيد وأمثالهم كل كلمة من هذه المؤلفات وراءها جهد وراءها تعب وراءها كبح لجماح النفس إذا ما كان يكمح جباح نفسه ما كان يسيطر على نفسه لم يكن بإمكانه أن يؤلف ولا كلمة واحدة ذلك المكتشف المعروف الذي اكتشف ألف اختراع عندما سألوه ما هو البرنامج الذي تعرضه السينما في هذا الأسبوع قال لهم أية سينما قالوا له السينما التي توجد في الطريق بين بيتك ومختبرك قال أنا ما أعرف وجوز سينما في الطريق أربعة أشهر أو ستة أشهر يمشي كل يوم في هذا الطريق ولكن مو ملتفت إلى أنه يوجد هناك مكان لله في هذا الطريق لأن منصب على عمله متوجه إلى عمل إذا كان يلتفت إلى هذه القضايا لم يكن يكون مكتشفا ولا مخترعا سيطر على ذاته فحقق إنجازا جداً إذا كان كنت لENS hosted اشتركوا في القناة